تحية طيب مشاهدين الأفاضل ومرحبا بكم في برنامجكم اليومي حديث الصحافة لنتطرق لأهم العنوين الصادرة عبر الصحف الوطنية وكذلك الدولية والمستهل بصحافتنا الجزائرية بداية مشاهدين من جريدة الجزائر الجديدة والتي قالت إنه تم أمسن الثلاثاء بالعاصمة الموريطانية نواكشط التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين الجزائر وموريطانيا في مجال الطاقة والمناجم وجاء هذا التوقيع خلال اليوم الثاني والأخير من زيارة العمل التي قام بها وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب إلى موريطانيا وتضيف الجريدة أنه يتعلق الأمر بمذكرة تفاهم في مجال الطاقة والمعادن ووقعها الوزير محمد عرقاب عن طرف الجزائري ووزير البترول والمعادن والطاقة الموريطاني عبدالسلام ولد محمد صالح وتهدفه مذكرة التفاهم إلى ترقية وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والمعادن على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة بين البلدين وفق القوانين والتنظيمات الوطنية المعمول بها في كل البلدين وأولويات استراتيجيات الطرفين إذن مشاهدين نطالع في جريدة الجزائر الجديدة خبرا آخر جاء تحت عنوان متاعب رئيس الحكومة الإسبانية تتواصل رغم التبريرات سانشيز أمام البرلمان الإسباني بسبب الجزائر جاء في تفاصيل هذا الخبر مشاهدين أنه يمثل أو يمثل لليوم الثاني رئيس حكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أمام محكمة برلمان بلاده ليبرر القرارات التي اتخذها مؤخرا والتي طبعها تغير موقف مادريد من القضية الصحراوية وما خلفه من متاعب على علاقات إسبانيا مع الجزائر وتأثيرات ذلك على التزود بالغاز بأسعار تفضيلية وأخذت الجريدة بالقول أنه يتعين على سانشيز مرة أخرى تبرير قرار تغيير مادريد لموقفها من القضية الصحراوية وتضرر علاقاتها مع الجزائر في مجلس النواب الإسباني علما أن الحكومة سبق لها وأن تعرضت للإدانة أمام البرلمان ذاته ومع ذلك تم جرجرته مرة أخرى إلى المحكمة وتعتبر هذه المحاكمة المرة الثانية التي يقدم فيها شانسيز أو يقدم فيها توضيحات في الكونغرس الإسباني حول هذه المسألة ننتقل مشاهدين إلى جريدة الحياة العربية والتي تناولت جولة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنغريحة الذي أشرف مساء الاثنين على تنفيذ طمرين طاكتيكي ليلي بالذخيرة الحية بعنوان الصمود الفين واثنين وعشرين نفذته وحداته أو وحدات القطاع العملياتي الجنوبي بتندوف بمشاركة وحدات من مختلف القوات والأسلحة واستمع الفريق شنغريحة إلى عرض قدمه قائد القطاع العملياتي الجنوبي بتندوف تضمن الفكرة العامة ومراحل تنفيذ التمرين الذي جرى على مرحلتين الأولى نظرية شارك فيها أركان القيادات الجهوية والوحدات المشاركة والثانية ديناميكية اقتحامها أو اقتحمت خلالها الوحدات المنفذة للتمرين وبميدان الرمي والمناورات للقطاع التابع أو تابع الفريق عن كذب مجريات التمرين الذي نفذ ليلا في ظروف قريبة من الواقع من أجل بلوغ أهدافه لسيما فيما يتعلق بتدريب القادة على التحضير وتنظيم الأعمال القتالية الليلية ونختم جولتنا عبر الجرائد الوطنية بجريدة البلاد والتي نقلت تصريحات وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي الذي قال أمسنا ثلاثاء بوهران إنه تم تفعيل خلايا تنفيذ الأحكام القضائية على مستوى المحاكم والمجالس القضائية حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية وقال الوزير خلال زيارته التفاقديا لمجلس قضاء وهران ومتابعته لحصيلة نشاط هذه الهيئة خلال العام الجاري بأنه اتخذ قررا الأسبوع الماضي بتفعيل خلايا تنفيذ الأحكام القضائية على مستوى المحاكم والمجالس القضائية والتي كانت مجمدة في وقت ما وأضاف الوزير بأن هناك لجنة على مستوى المحكمة تضم رئيس المحكمة ووكيل الجمهورية ومحضرا قضائي وعلى كل المعنيين بعملية تنفيذ الأحكام القضائية مكلفة بمناقشة مشكلة تنفيذ الأحكام القضائية مشيرا في ذات السياق إلى أن مصداقية العدالة في تنفيذ الأحكام القضائية ولا بد من معالجة هذا الخلل حتى تتطابق الأرقام مع الواقع وفق ما جاء في كلام الوزير والآن مشاهدين جولة عبر الصحف المغاربية إذن مشاهدين في شأن الليبي قالت جريدة تعين ليبيا إن النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي ترأس لليوم الثاني على التوالي اجتماعات ملف مشروع المصالحة الوطنية وضم الاجتماع ممثلين عن مجلس التخطيط الوطني ومركز دراسات القانون بجامعة بنغازي وعضاء اللجنة القانونية وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي بأن ملف مشروع المصالحة الوطنية وصل إلى مراحل سياغته الأخيرة بالإضافة إلى وضع الهياكل التنظيمية الخاصة بمفوضية المصالحة الوطنية وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المفوضية في العاصمة الليبية طرابلوس التأكيد على أهمية المصارات التي اعتمد عليها بناء المشروع المصالحة الوطنية الليبية الذي قام بإعداده نخبة من الخبراء المختصين في عديد المجالات كما أكد المجتمعون على أن المشروع ملك لكل الليبيين لمساهمته في استقرار بلادهم حسب قولهم إلى تونس الآن ومن جريدة الصباحة التونسية أين ورد أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان استقبلت أمسنا الثلاثاء اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشؤون جنوب آسيا وشمال إفريقيا والأمم المتحدة وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي وتناول اللقاء سبل تطوير الشراكة والتعاون بين البلدين في عديد من المجالات من أهمها الطاقات المتجددة والتنميات المستدامة وعبرت رئيسة الحكومة التونسية عن رغبتها في مزيد من تعزيز هذا التعاون الذي وصفته بالمثمر من جهته أكد وزير الدولة البريطاني حرص بلاده على مزيد من تدعيم نسق التعاون المشترك مع تونس في مختلف القطاعات وخاصة في قطاع الطاقات المتجددة الذي يمثل أولوية بالنسبة للبلدين مشيرا في ذات السياق إلى دعم ووقوف بلاده إلى جانب تونس في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية وكذلك الاجتماعية المزمع القيام بها وضرورة الإسراع في الانطلاق في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والآن المشاهدين نطالع أهم العنوين الصادرة عبر صحف الدولية على خلفية فضيحة التجسس التي مست عددا من المسؤولين الإسبان عبر برنامج بيغاسوس الشهير قالت صحيفة القدس العربي في مقال إن القضاء الإسباني قرر استدعاء المدير العام لشركة أن أس أو الإسرائيلية المصنعة لبرنامج بيغاسوس للاستماع إليه كشاهد ضمن تحقيق الذي يجريه بعد تعرض مسؤولين على رأسهم رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى التجسس وقرر القاضي المشرف على التحقيق في ملف عملية التجسس ببيغاسوس والتابع للمحكمة الوطنية في العاصمة مادريد قرر رفع السرية عن التحقيق والبدء في الاستماع للمسؤولين حسب ما أوددته وكالة أوروبا بريس أمسنا الثلاثاء غير أن الجديد هو قرار قاضي تحقيق التوجه إلى إسرائيل على رأس بعثة قضائية للاستماع إلى مدير الشركة الإسرائيلية التي تنتج هذا البرنامج بصفته شاهدا المصادر نفسها التي كشفت لجريدة القدس العربي سابقا عن هذا المعطع تؤكد مجددا أنه لا يمكن استبعاد تغيير الوضعية وضعية مدير الشركة من جاهد إلى صفة أخرى في المحاكمة إذا تبين أنه كان على علم بهوية أصحاب أرقام الهاتف الذين خضعوا للتجسس في إشارة إلى فرضية توجيه الاتهام له بالتورط بطريقة أو بأخرى في هذه القضية ويأتي هذا استنادا إلى أخبار غير مؤكدة حتى الآن والتي جرى تداولها بأن خبراء الشركة هم الذين كانوا يبرمجون الأرقام التي ترغب الدول في التجسس عليها أي كانوا على علم بهوية الضحايا من السياسيين وكذلك الإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان وليس المتورطين في الإرهاب كما تدعي هذه الشركة وعلاوة على إسبانيا يحقق القضاء الفرنسي بدوره في تعرض سياسيين للتجسس على رأسهم الرئيس إمانويل ماكرون وقد استمعت الشرطة الفرنسية لعشرات المتضررين من التجسس من جهتها كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي الأخرى قد اعتبرت في بيان لها شهر نوفمبر الماضي بأن برنامج بيغاسوس يهدد النظام العالمي وكذلك العلاقات الدولية في تصعيد جديد في الملف النووي الإيراني قالت صحيفة الشرق الأوسط إن الولايات المتحدة حملت ثلثاء إيران مسؤولية عدم التوصل الجانبين حتى الآن إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 قائلة إن مطالبة إيران برفع العقوبات تمنع إحراز أن يتقدم وجاء في بيان رسمي أمريكي خلال اجتماع لمجلسي محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إن الحاجة تكمن في أن شريكا لديه إرادة في إيران وأضاف البيان أنه على إيران إسقاط مطالب رفع العقوبات التي تتجاوز بغضوح خطة العمل الشاملة المشتركة أي الاتفاق النووي وهي المطالب التي تمنع من توصل أي اتفاق بحسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن وكالة رويترز للأنباء ولأ المشاهدين نترككم مع هذه المقتطفات الكاليكاتورية ترجمة نانسي قنقر بهذا مشاهدين نكون قد وصلنا لختام جولة عبر الصحف الصادرة لنهار اليوم أترككم في أمان الله وحفظه السلام عليكم